بمناسبة عيد العرش المجيد لهذه السنة 2446 هجرية 2024 ميلادية تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس أدم الله عزه ونصره فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة صراحن المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة وعددهم 2460 شخصا وهم كالآتي المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 2178 نزيلا وذلك على النحو التالي العفو من الغرامة ومما تبقى من العقوبة السالبة للحرية لفائدة 171 نزيلا العفو مما تبقى من العقوبة السالبة للحرية لفائدة نزيلين اثنين التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 2090 نزيلا تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة 15 نزيلا المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة صراحن وعددهم 182 شخصا موزعين كالتالي العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 45 شخصا العفو من العقوبة الحبسية مع ابقاء الغرامة لفائدة 9 أشخاص العفو من الغرامة أو مما تبقى منها لفائدة 121 شخصا العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 7 أشخاص المجموع 2460 وبهذه المناسبة السعيدة أبا جلالته دام له النصر والتمكين إلا أن يصبغ عفوه المولوي الكريم على مجموعة من المحكومين في قضايا التطرف والإرهاب بعدما أعلنوا بشكل رسمي تشبثهم بثوابت الأمة ومقدساتها وبالمؤسسات الوطنية وبعد مراجعة مواقفهم وتوجهاتهم الفكرية ونبذهم للتطرف والإرهاب وعددهم 16 شخصا وذلك على النحو التالي العفو مما تبقى من العقوبة السالبة للحرية لفائدة 7 نزلاء التخفيض من العقوبة السالبة للحرية لفائدة 9 نزلاء المجموع العام 2476 أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة إنه سمع مجيب والسلام ترجمة نانسي قنقر